اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على تكامل وتميز العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة وتمثل نموذجا طيبا لشكل العلاقات البينية المتطلعة نحو أفق واسع من التعاون الثنائي وتطابق الرؤى على أسس ثابتة رسخها الآباء والأجداد ولا تزال سمة التواصل المستمر والحرص على تدعم أطر التعاون بين البلدين الشقيقين وهو ما يحرص على تكريسه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله وقال سموه إن العلاقة الوطيدة بين البلدين قد تجسدت بشكل كبير في مستويات التعاون والتنسيق بينهما بما يعود بالخير على أبناء البلدين جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بقصر الرفاع مع سعدة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد ألنهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة حيث رحب سموه بسعادة السفير مؤكداً بأنه سيلقى الدعم والمساندة من قبل كافة الأجهزة في المملكة لتسهيل مهم عمله من أجل مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات من جانبه أعرب سعدة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد ألنهيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على ما يليه من اهتمام لتطوير علاقات البلدين الشقيقين مؤكداً بأنه سيسعى إلى ترجمة تطلعات قيادتي البلدين لتعزيز وتطوير العلاقات المتميزة بينهما اشتركوا في القناة